شكرا معالي الوزير الكلمة الآن لمعالي الدكتور حسين أمير عبداللحيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية رحمن الرحيم جلالة الملك عبدالله الثاني العاهل أهل المملكة الأردنية الهاشمية أصحاب الفخامة والسيادة والمعالي رؤساء الحكومات ووزراء خارجية الدول الصديقة والشقيقة رؤساء وممثل المنظمات الدولية والإقليمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني جدا حيث أتيحت للفرصة مرة أخرى للمشاركة مع القادة وكبار المسؤولين لدول المنطقة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية وأشكر المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبا على استضافة هذا المؤتمر وما أبدته من كرم الضيافة يعتبر هذا المؤتمر بمشاركة دول المنطقة دعما مننا للعراق وتأكيدا على مساعيه لخلق مجالات التعاون والتعامل بين دول المنطقة وآمل أن نتمكن في ظل هذه الاجتماعات الوصول إلى منطقة مستقرة ومزدهرة ومتقدمة وقوية كما نؤكد أن الحوار والتعاون بين دول الإقليم للوصول إلى فهم مشترك من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية ليس خيارا بل هو ضرورة ملحة منذ بدء حكومة إيران الجديدة عملها طورت الجمهورية الإسلامية الإيراني علاقتها مع دول المجاورة ومنها جمهورية العراق الشقيقة وتؤكد على داعم حكومة العراق ودولة الرئيس السيد محمد شيع السوداني في رقي العراق وازدهاره فإن ارتفاع التبادل التجارية والاجتماعات المتبادلة مع كبار المسؤولين في المنطقة وعقد اللجان السياسية الاقتصادية المشتركة وتعزيز أوجه التعاون يدل كله على اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجيرانها والمنطقة إننا نعتبر استقرار وهدوء بلادنا وأمنها يرتبطان باستقرار وأمن المنطقة بأسرها فعليه كانت سياستنا الثابتة والتي لن تتغير هي تجنب الحرب والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار فإننا قدمنا أطهر دمائنا وأشجع أبنائنا للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها والتي نعتبرها أمننا واستقرارنا في مواجهة داعش ووقفنا إلى جانب كل من العراق وسوريا واليوم على أعتاب ذكرى صنوية لاغتيال الشهيد الحاج قاسم سليمان والشهيد أبي مهد المهندس ورفاقهما نحيي ونشيد بأرواحهم العظيمة ولا شك في أن جهادهم سيبقى خالدا في الذاكرة التاريخية لشعوب المنطقة إننا نعتبر استقرار بلادنا وامنها يرتبطان باستقرار وامن المنطقة بأسران فعليه كانت سياستنا الثابتة يتعجن بالحرب والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار هر دمائنا واشجأ أبنائنا للدفاع عن أمن المنطقة وإستقرارها في مباجهة داعش ووقفنا إلى جانب كل من العراق وسوريا وعلى أعتاب ذكرى اختیال الشهيد أبي مهد المهندس والشهيد الهاج قاسم سليماني نحيا أرباحهم العظيمة ولا شك في أن جهادهم سيبقى خالدا في الذاكرة التاريخية لشعوب المنطقة امروز عراق بخاطرة على شحاب الدين دور يؤدي العراق اليوم دورا مهما في الإقليم بفضل جهود قادته ورؤاهم البناء وأود أن أرحب بدور العراق الإقليمي وأيضا دور دولة الرئيس الوزراء سيد السوداني في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز ثقافة الحوار وأيضا أود أن أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير وتعميق العلاقات والتعاون مع جميع دول المنطقة بما في ذلك الدول الصديقة والشقيقة في الضفة الجنوبية للخليج الفرسي وأن أؤكد على أهمية هذا الأمر إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دوما العراق الموحد والمستقر والمتطور كما أود الإشارة إلى أهمية دعم دول المنطقة لاستقرار العراقي وأمنه والتأكيد على تحقيق الأمن المستدام بمشاركة جميع جيران العراق ومن بينهما جمهورية العربية السورية الشقيقة الصديقة وينبغي أن أعبر عن آسفي لشغور مكانها بين الدول الداعمة للعراق في اجتماعنا اليوم كما أنني أود أن أؤكد أننا لا نتوقع أن تتم من أراضي جمهورية العراق أن يتوجه إلينا تهديد إلى دول الجوار والجرام الحضور الكرام إننا نعتقد بأنه لا يمكن استيراد الأمن أو شراؤهم الآن مفهوم موحد ومترابط ولا يمكن حشد الإمكانيات في منطقة لزعزعة استقرار بلد ما والتأكيد في نفس الوقت على خلق الاستقرار لكي ينعم به بلد آخر لقد ول عهد تبني السياسات الخاطئة إن الأمن لن يتحقق من خلال نظرة إقصائية والصدامية بل يتحقق الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي على يد أبنائه وبنظرة ذات إنشاء من داخلي ومن الواضح أن التحالف الذي يخدم دول المنطقة هو التحالف من أجل السلام والتنمية بمشاركة جميع دولها فإننا نؤمن إيمانا عميقا بأن تسوية النزاعات وإزالة حالة سوء الفهم والخلافات والتخفيف من التحديات المشتركة يمكن تحقيقها من خلال الحوار بين دول المنطقة إنه بإمكاننا تطوير هذا التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي هذا الصدد فإن إحدى القضايا التي تحولت إلى تحدي مشترك للعديد من دول المنطقة في السنوات الأخيرة هي العواصف الترابية التي تتطلب مواجهتها تعاونا مشتركا مما يشكل حافزا وأساسا للتعامل والتعاون في المجالات الأخرى كما أن المكان المتميزة والقدرات الجيوسياسية والجيو اقتصادية بما في ذلك قطاع النقل والترانزيت الخاص بالارتباط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ووجود ممرات ومحاور للنقل البري والبحري في قطاع النقل البضائع والمسافرين يمكن أن تخدم الازدهار الاقتصادي للمنطقة بأسرها الحضار الكرام والرؤساء الكرام ومعالي الوزراء خلال الإعقدين الماضيين كان الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقف ثابت فيما يتعلق بالحفاظ على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي ولم تغير هذا الموقف المبدئي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخلقت عن طريق الحوار والتفاوض وفي العامين الماضيين تابعت بجدية محادثات فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام اليوم أنا وزميلي سيد جوزف بور الممثل العالي لسياسة خارجية الأوروبية والذي أشيد بدوره البناء في متابعة مفاوضات فيينا وفي مفاوضاتنا المشتركة قلت له بأننا نحن مع مراعاة خطوطنا الحمراء والنصوص المقدمة مستعدون لإتمام المحادثات والوصول للخطوة النهائية لإبرام الاتفاق شريطة أن تكون الدول الأخرى تتعامل مع الموضوع بواقعية وكذلك تعاون إيران مع الوكالة الذرية هناك تشهد على الخلفية الناصعة لإجراءاتنا وأننا لازلنا نؤكد على الشرق الأوسط الخالي من أساحة الدمار الشامل ويجب أن لا تمنح للكيان الصهيوني أيضا الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية ويسعى وراء التوسع والعدوان يوميا ويجب أن لا نسمح له فرصة لتهديد أمن المنطقة وفي الختام لا بد من التأكيد على أن فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي ونحن إذ ندعم مقاومة الاحتلال نرى أنه بناء على مبدأ حق تقرير المصير فإن الحل السياسي لقضية فلسطين هو إجراء استفتاء بين السكان الأصليين لفلسطين التاريخية بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود لإقامة الدولة الفلسطينية الموحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف مرة أخرى أشكر جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الموقر وحكومة الأردن الصديقة الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر وأسأل المولاء القدير لجميع حكومة المنطقة وشعوبها التوفيق والرفعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته